السلام عليكم كيفية الحال معكم دي حماس اليوم عندنا حرب الستة بحلقة 52 القناة يا جماعة عارف انها انبعض خربت لكن الواحد يا اخي بيجرب يا اخي اش المشكلة الحياة تجارب والواحد يبغى استمتع بالعالم السيارات واش تبغى يا غالي قناة القناتك ترى هذه يعني ما خربت القناة لا تخافوا البي سي مستمر قطع البي سي المهم خلونا نخلش في مشاركاتكم ذا حين وكالعادة ما شاء الله جات مشاركات حلوة اليوم عندنا واحد اسمه شطة بطة كاف هو الاسم شطة بطة وشان لا تقول انا استهبل شف شطة بطة وهذا الستة بحق الاخ شطة ما شاء الله شوف كيف يا اخي غرفة خرافية يعني اصلا الديكور حق الغرفة قبل ما تخش في الستة بيستمتع فيه بالمنظر واللوحة البسيطة والسقف المزخرة واللمبات نفسه هذي اللي جاي بحوض اتوقع انها من ايكيا كل شي ما شاء الله مرتب في الغرفة عندكم سيتابل بي سي جاي بطاولة بيضة مع ماوس من الجديك جي 430 وكيبورد ريزر اكس كراما سماعات سانهايزر قيم زيرو كيس رهيب من انزد اكس تي اس 340 ايليت الشاشة من بينكيو رهيبة جاية معلقة في الجدر مكاتب اسمه لكن ستاند اللي يتركب في الجدار يعني انباع فماكن كثير اللي يسأل وين الا الاقستانداد تلقى فساكه مثلا الشاشة الترا وايد من بينكيو 34 بوصة طبعا عشان يريح رجل وانت بكرامة في الارض حط زيات تكاية عشان يتكي عليها بدال ما يشتري يعني قطع غالي وما شاء الله يعني منصفات البي سي المنظر داخل البي سي خرافي بالناصبه هذي نفس الرامات اللي مشبوكة عندي جدا ما شاء الله جميلة وتتحكم في الار جي في زي ما تبا برضو في سيتاب الكونسول وشاشة انا عاجبني التنظيم الاسلاك لاحظوا الاسلاك خلف التلفزيون ما في قروشة بس منطقة واحدة اللي نازل منها الاسلاك مجمع فيها واحلى بلستيشن 4 وفيقرات تمسك اليد اعطيك العافية سيتاب مرة حلو سيتاب اللي بعده من محمد وهذا السيتاب وما شاء الله شوف كيف الغرفة جاية مخططة هذا ورق جدران يا جماعة الخير مع شاشتين واحدة من ايسر 144 والثانية ازو الستين هر سيتاب جاي حلو منظره للعين يا اخي مريح لان الطاولة خشبية والمنظر حق الورق الجدران خشبي كذا ولوحة في النص ماعرف اش هي انيميا اظن او استندين فوق يعني مرتب الغرفة الاخ وواضح ان الغرفة برضو حجمها صغير فعشان كذا بيستغل مساحتها عندكم سيل سيريس ماوس ريفل 600 برضو ماوس باد من سيل سيريس الكاس انزي ديكس تي اتش خمسمية اي مواصفات البي سي ايفاف 7400 على على 16 جيجا بايت رام كورتر فينجينت وكرت ار ايكس فيغا 64 اللي هو من اي ام دي طبعا معلج مبرد بتبريد ماء من انزي ديكس تي اصغر واحد ابو مروح اللي يتركب خلف مرة جميل جاي احلى شي الاسلاك الكوستوم اللي شاريها احمر واسود لكرت الشاشة مع الاحمر حق اللي في الكيس والاحمر الرامات وكلمة راديونا الحمرة شوفوا كيف كلها خليط جاي في البي سي منظره جميل جاي وفيه فيقر برضو لونه احمر فلاحظوا الاخ فاهم ايش يسوي فيه كمنظر يعني للبي سي بابسط الاشياء ورخيص ترى القطع زي الاسلاك هذي تعطي منظر رهيب ورخيص سعره تلقاه للاسف هنا ما اعرف ايش لكن من بره بتلقاه من مواقع معي اكتب كوستوم جي بيو كيبلز اكتب رد احمر اختار اللون وتلقى في جوجل مواقع كثير بيعوها حتى في اي باي بتبو طيك العاف نروح للستاب اللي بعده من وليد سايب ان شاء الله نطقته صحة اخي الفاضل وبوف خذ يا حبيبي هذا خربها قال والله لا اسوي سيتاب وسط الصالة اخذ يعني شوف كيف الصور تتحدى ثمان شاء الله لا والله ما ادري يعني هذا في الصالة ولا ما هو واضح بالضبط هذي وش استارة شاتب انه اسمه وليد صائب من المغرب ادرس بروسيا اعتذر ان لم التزم بالشروط فهذه غرفة في الجامعة يعني اتوقع من كلامه فان كيها تصميمه غريب ما اعرف كيف عمه من الستاب حلو يعني ادي الغرض فيه يعني قطع مواصفات حلوة زي مثلا الشاشة 144 كورفت تنعيت بي من شركة ما اعرف ايش هي الصراحة موسو كيبورد برضه من شركة صينية تقريبا الكيس ايرو كول هذا جدا جميل منظر ومعروف البي سيفن اسمه تميز خطوط الليد هذي ومواصفات البي سي مو كاتب للمعالج بس الكرت 1070 ورامات 8 قيقة سيتاب حلو لكن احتاج له شوية تضبيط ممكن في الغرفة بس انتو تقر غرفة الجامعة فالله يعين بالتوفيق ان شاء الله لك وهم شيس جيمينج بي سي تلعب على وتستمتع طاولة مأكولة من النص يا اخوان ما اعرف هذا حفرة ولا مأكولة او ما ادري اشبه كذا مائلة يعني اتمنى تصحيح لي اذا انا من شايف في الصورة لكن ضيك العافي اخوي نروح للي بعده من حمزة من فلسطين وهذا السيتاب حق حمزة وشوف كيف الاخ هذا مستغل المساحة هنا في الغرفة المساحة جدا ضيقة حاشر كل شي في متر اممكن او متر ونص اه حاطش طاولة البي سي سيتاب حتى شوف الشاشة جاي في الطرف اليمين عشان اه يعني اممكن الباب حق الغرفة يمين فهو ايش سوه انا عارف الحركة دي كنت يعني من زمان كنت بغرفة كنت بابها انا عارفك دارسك حط الشاشة هنا الكيس هنا والشاشة مائلة كذا عشان الكيس يغطى على دي الشاشة والشاشة كذا مائلة عشان الباب لما احد يفتح ما يشوف ايش قاعد تسوي انتك ونوع من الخصوصية اه فاي عارف ايش تسوي موسو كيبارد من اللوجيتيك الشاشة الاولى اللي تحت 144 هرتز من MSI 27 بوصة تن اي تي بي والشاشة الثانية 60 هرتز اكيد 24 بوصة الكيس اسمه مايستيك ناين غلاس وموصفات البي سي i7 8700 على رامات 16 جيجا جي سكيل وكرت من MSI RTX 2080 بالتوفيق لك وموصفات جدا رهيبة وكاس حلو اهم شي جيمينك بي سي تلعب عليه وتستمتع وطز في الغرفة مو شرط غرفة كبيرة وتلعب يعني تخسر الزبدة اني روح للسيتاب الاخير واحد شارك معي ثلاثة مرات قبل كدا وامكان هذا الرابعة اتوقع اذا ما كانت الرابعة هذه ثالث مرة انا متأكد لانه قد شارك مرتين اام في حلقات قديمة صخر وهذا الستاب يا اخي هذا الاقدم انا ما ادري ما شاء الله يعني كيف انت كل مرة تحاول تسوي فكرة جديدة في السيتاب يعني أنا شفت الستتب القديم حلو واللي قبلوك أحلى والهذا إيش باقي يا أخي ما عارف إش أقلك يعني شوفوا يا أخوان الستتب ذي المرة جاي بثيم أبيض و أبيض أبيض ناس على البيض مع سواد خفيف في الغرفة رائق تحس إنه فضائي أو تحس إنه جاي من كوكب أو ما عارف يعني الماوس وايرلس صار ذي المرة ما يبغى أي سلاك في الستتب الماوس لجيتك جي برو وايرلس الكيبورد من كورسير كي خمس ستين رابد فاير السبيكرات زد تسعمية و ستة من لوجيتك سماعة أسترو اي فورتي آه بدأينا إذا حين أنا بدأت أزعل منك هغا كل هذي القطع في الأخير أسترو يعني ويعنا الخاصة أمزح كله كل أحد راجع لهذا الخير موس باد من ريزر الشاشة هذي الكبيرة الجميلة 27 بوصة من أزوس مواصفات البي سي آي سيفن ستتالاف سبعمية كي على كرت 1080 و 16 جيجا بايت رام انا ملاحظ أنه الأخ هذا عنده ميزة جميلة تعرف ايش هي أنا قد شاركه عندي ناس دفعوا مبالغ جدا عالية تكلم عن خمسين ألف وانت طالع ريال على الغرفة سيتاب و بي سي وغرفة كاملة يعني مو بس بي سي أكيد عشان يبهو كل شيء أجدد شيء كل سنة يدفع كثير عشان يبهو أجدد شيء يبهو أحدث قطع كل ما ينزل كرت يشتري كذا بس فلوس هذا الشخص لا نفس القطع الهاردوير الممتازة عنده الجميلة 1080 كويس الـ i7 هذا كويس الـ 16 رام كافية نفسها من السيتاب القديم جابها معه لأنه هو كافيته لكن طور الجماليات طور الأشياء اللي تعطي منظر واضح في السيتاب الهاردوير تزفيه في الأخير أنا بلعب بفورتنيت بلعب بتلفيد يكفي ذلك القطع مرة تكفي لكن يغير في الشكل حق السيتاب الأسلاك يخفيها يخلي كل شيء ويرلس ذي المرة شوفوا حط قطعة من ايكي هذه نفس اللمبة حقتي يعني نفس تصميم حق اللمبة ما أدري يا واضح أنك تمركز على أنه يكون ويرلس السماعات المدري الهدسة اللي عندك تغيرها بس لأسترو اي ففتي إذا تحب أسترو هذيك ويرلس خلاص يصير كل السيتاب حقك ويرلس ما في أسلاك الكيس نفسه الجميل من فانتيكس وسيتاب الكونسل زي ما هو ما تغير الكنابة قدامه يتفرج نتفلكس وإلى آخره رهيب يا أخي ما شاء الله عليك وعلى الطاري نتفلكس يعني أنا شايف أنا شايفة يعني كل واحد عنده قيم بي سي لازم يكون عنده منصة تلفزيون وبي سي على الطاري نتفلكس فيه مسلسل جميلة يا أخي أنا ما أدري ليش ذا حين شفته مفوض من أيام 2008 نازل هو مرت فوق العشرة سنين عليه بس ما غريب أن أدوه بي شوفه خلصت خلاص لحظة جماعة مو هذا هذا جزء منه أو يعني يتفرع منه لكني حنوركم هذا الشي الجميل يا الله يا أخي رهيب رهيب بريكينغ بادة جماعة لازم تشاهد سبدا شكرا لكم عن مشاركات وشكرا صخر كالعادة يعني أنتم متميز ولا تهنت التصويت وبالتوفيق لكم نشوف كمارا خير ترجمة نانسي قنقر